معاه فلوس وما بيعملش اطهام للمساكين يبقى دا مكذب بالجين؟ اه طبعا اه طبعا اه ما احنا قلنا التكذيب انواعه اه قلنا ان التكذيب انواعه كما ان الشرك انواع وهناك شرك اصغر ايوه طبعا وهناك شرك اكبر اه الشرك الاصغر كد يدخلوا فيه الرياء لا يعني يقولك ايه اصله في حاجات انت تتحسب عليها انا وفي حاجات عملتها خدت سوابها ما عملتهاش خلاص لا شيء علي نعم فاطعام المساكين نعم للاغنياء نعم يتحاسب عليه ولا لا شيء علي لا يتحاسب عليه يتحاسب عليه لا سيما في ايام الازمات وفي ايام الشدائد وفي ايام المحل هناك ايام قد تكون يعني دا مش نوافل دا مش زيادات لا 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 لسه كنت قولها حضرتك هناك ايام قد تكون السنة فيها يثاب فاعلها ويعقب تاركها كيف إذا اشتدت بنا المحن ونزلت بنا الأزمات وتعددت بنا الابتلاءات وبخل أهل الغنى بأموالهم اللهم إلا عن الزكاة ولم تكفي الزكاة هؤلاء الفقراء وظل الفقير على فقره أو وظل هناك من يحتاج إلى إمداد أقول لماذا جعل الله أبواب الصدقات لماذا جعل الله الأبواب الأخرى غير الزكوات جعلها الله لهذا الباب فإذا تكاسل أصحاب الأموال بأموالهم عن أداء ما كلفوا به ولو على سبيل النفل أيام الأزمات صارت في حقهم ملامة وصارت في حقهم محنة وأزمة ولذلك يعلمنا هذا أن المؤمن درجات فقد يكون مسلما وقد يكون مؤمنا وقد يكون محسنا وهكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضطر أن يستدين من أجل أن يعطي مسكين هذا أمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعه والنبي صلى الله عليه وسلم فقير يرى الجميع طعامه ويسمع الجميع حديث أمهات المؤمنين كنا يمر بنا الهلال تل والهلال تل والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار لم يكن رسول الله أفخم منهم سيابا ولم يكن أفخم منهم طعاما وإنما حاله كحالهم ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين ليعطيهم ليعلم الصحابة أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم